واتلع لفيروميل ورقة الحظ في اللعبة بتقول لها انها محظوظة وحتبقى خادمة شرف للعيدة الملكة وراح اتعرضت عليها الانسي على طول انها تبقى خادمة شرف لها وقعت لها انها تعلمها على الحاجات اللي هي ما تعرفهاش وتقف جنبها والاهم من كل ده يعني انها قلقان عليها بالذات الملهاش ما كانت روحه علشان كده كانت عايزها تكون خادمة لها صدمت فيروميل من كلمها وانها عايزها تعيش كخادمة لها وبقتش عارفة تتصرف ازاي رجعت لكم ببارت جديد بعد ما اتحبست فيروميل وجيه نظار وعرف مكانها وخرجها واخدها معاه النظر قريب وطلبت منه فيروميل وهما في الطريق انه هو يعتبر نفسه ما شفهاش ويسيبها تهرب يلا بينا نكمل اتفاجئ نظار باللاقلته فيروميل وسألها مين اللي ممكن يجرؤ انه هو يقزيها ردت عليه انه هو اكيد الامبراطور هو اللي حقيقتلها لانها مش بنتر حقيقية نظار ما صدقش في الاول ان الملك ممكن يقزيها ولما لقيته مصر فكرت ان النظار دايما كان شخص رطيف معها وهو كان دايما بيحاول ان هو يتقرب منها الاول بس هي اللي قد تحطى مسافة بينهم فلوست عطفته دلوقتي ممكن يساعدها فمسكت ايده وقربت منه وقيت له ارجوك خليني امشي انها هتعمل اي حاجة هو عايزها بس يسيبها تمشي والشوح مره وبعد عنها وقال له وهو مكسوف هي ليه دايما بتختبره بكلماتها دي ورح قام وبعدها عنه قعدها تانيه على الكرسي وبعد كده تأسف لها ان هو مقدرش ينفذ صلابها انه ما يبلغش الامبراطور انه في الواقع بعت رسالة سحرية للأصر وبلغه قبل ما يركبه العربية هو ما كانش عارف انها مش عايزة تبلغ الملك هو بس شاف انه ده خبر سعيد انه هو لقاها فعشان كده بلغ بسرعة بس مع ذلك هو عايز سعيدها واكترح عليها انها تقعد معا في فيلا مملكة ليلته وهيبلغ الامبراطور انها هربت منه رفضت فيلم العرض لان ده هيبينه احمق قدام الزباط بتوعه باعتبرها يعني هربت منه بعد ما امسكها وقالت له هي مش فاهمة ليه هو يخاطر بنفسه قوي كده عشانها وهيخبيها عنده كمان رد عليها وشه احمر انه بيعمل كل ده عشان عايزها عايز هم اللي اتنين يبقوا مع بعض بيستغل لقوي الظروف نظار قطعته فيلم لما حست ان الجو بينهم بقى محرك وقعت له انه هو كفاية تظاهر انها هربت من غير ما تستخبع عنده سيكت نظار والدايق وبعد كده قال لها وهو بيبتسم لها انها اكيد تعبانة فتنام لحد ما يوصله عرفت فيلمل انه هو الدايق بس فكرت انه كده كده اكيد بعد ما اختفت قابل الانسيا فقريب جدا هينسيها ومش هيندم كمان انه هو قطع العلاقات معيها نامت فيلمل في العربة وقرب منها نظار عشان يعد المعطف اللي هي لابساه عشان يعني ما تسقعش وفدل يفكر انه هو عارف انها مخطبوله يعني هما الاتنين لبعض بس على الرغم من كده هي بتحط حدود كتير قوي بينهم كل ما كان بيحاول يقرب اكتر كل ما هي كانت بتبعت اكتر بس مع ذلك كان عنده امل انه لو فدل يقرب اكيد في يوم هيكونوا مع بعض بس ما اخدش باله ابدا ان العلاقة الوحيدة اللي بينهم كانت مجرد مشاركة سياسية وصلوا للفندق وخرجوا من العربة وقال لها ان ده الفندق اللي المفروض يقوموا فيه وانها ممكن تمشي زي ما هي عايزة بس طبعا بعد ما تكفضت في الاول علشان مش عايزة حد يتعرف عليها بس لما تحايد عليها وفقت وتكسفت شوية وطلبت منه بسوط واطي لو ممكن يكردها فلوس اندهت شوية وبعد كده دور في هدومه وقال لها انه هو معهوش اي فلوس دلوقتي ورح مدي ايده الزابط من زباطه وقال له انه هو يديله كل الفلوس اللي معاه ولما يرجع حيديه له ايه ده؟ ايه بتزيز السلطات ده؟ ده هيصرق الزابط كده عيني عينك؟ وقفيته فيرمل وهي محرجة اكيد عن دحق وقعت له انه هو مش للدرجات دي يعني اتأسف لها نظار وهو محرج انه هو بلك بتصرفاته استغربت فيرمل من تصرفه وحاست انه فيه حياة كتير قوي ما تعرفهاش عنه عكس مكانة متوقعة وهو ما بيتكلمه جي عليه الزابط بسرعة وقال له انه فيه مصيبة الامبراطور جي فجأة ظهر قدامهم بالسحر ومعهوش اي مرافقين وفعلا الملك ظهر قدامهم وكمين عليه التعب الشديد وقرب من فيرمل ويسألها هيكاية فين كل ده وانه عانى كتير قوي وهي مش موجودة اترعبت فيرمل لما ظهر وكل اللي جاد بتفكر فيه انه خلاص لقاها وانه هو اكيد هيقتلها ما بقتش عارفة تتنفس من الخوف واغم عليها لاحظ الملك انها تعبانة ويجري عليها بسرعة اول ما شاف انها بيغم عليها ومسكها وحاول يفوقها وهو مراوب بس ما فقتش جي الحارس وقال ان هو حيجيب دكتور بس ما استناش الملك واستخدم السحر واخد فيرمل للأسر كل ده ونظار واقف مظلوم ومش عارف يعمل ايه وبعد ما مشوا سأل نظار الحراس لو فيه اي حدا من السحرة لسه موجودين ومين اللي يقدر منه وميستخدم سحر التنقل بس رد عليه الحارس ان كل السحرة مشوا من اول اليوم وكمان الدوك والده امر ان هو يرجع بسرعة يوقف بحث عن فيرمل بس اتجاهل نظار امر والده وقرر ان هو يروح البرج عشان يطلب سحر من عندهم في نفس الوقت ده بقى في البرج السحري كان لوجين عمالي التاريع على ليكسيون لان هو ما عرفش يجيب فيرمل قال له ليكسيون ان هو ما عندوش عذر بس في نفس الوقت برضو ده ما كانش هيحصل لو هو ما كانش يكلمها كده من الاول اتحجج لوجين ان ده ما كانتش غلطته لان اساسا الكل كان طالب منه كده سواء الفلوس او اي حاجة تانية بالذات ان كل ولاده عملوا كده اساسا ان هيعرف مني انها مختلفة وهما بيتكلموا ودخل عليهم الاخين التانين اللي نعرف بقى اسمائهم كاردن وجيرميا دخلوا عليهم وهم بيجروا وبيسألوا ازاي عندهم اخت اصغر اعادهم ليكسيون وهديهم محاكرهم عن فيرمل وقال لهم ان هو راح عشان يجيبها الصبح بس عرف ان الشرطة ابضت عليها وممكن يكون كمان ودوها للعاصمة رد عليه كاردن انها اخته وافق لوجين وقال ليكسيون ان هما حيروح ايه ويجيبوها وخلاص بس رفض ليكسيون ان خصمهم هو الامبراطور ومهما كانت كووتربورج وان الامبراطور ماقدرش يا ميستربورج بس برضو على السطح بينهم علاقة كويسة رد كاردن وهو قلقان انها يعاني لو فضلت في السجن كده مش هديقدر تاكل كويس وهتخس اوي بصره جيرميا بتقزز وقال له انت تجننت وبصراحة عنده حق كاردن اوفر اوي ده لسه عارف ان ليه اخت ما بقلوش عشر دقايق ده حتى مارفش شكلها المهم قال له جين ان هو حيروح لفيرومل وحيشوف ايه اللي هيحصل بنفسه وافق لكسيون وقال له ان هو حقيقي هيخليه روح وهم كمان هيجوا وراه بس الخطة هتبقى مختلفة نرجع بقى الفيرومل والملك اللي اخدها الملك ورجعه للقصر اتعصب الملك ان الدكتور اتأخره وكده طفلته هتموت حاول المساعد ان هو يهديه اللي اتفاجئ بسلوك الملك اللي اختفى فجأة وظهر فجأة ومع فيرومل وكمان قال ان قوي كأن فيرومل هتموت جيه الدكتور وقال ان فيرومل مرهقة وتعبينة واغمع عليها بسبب الضغط النفس الشديد لانه واضح كده ان في حاجة حصيت لها صدمتها قبل ما يغمع عليها عرف الملك ان ده كله بسببه بس السيكيت وقاعد جنبها قال له المساعد ان بما ان فيرومل نايم عنده هو حيجهز لقودة تانية بس هو رفض وفضل قاعد جنبها سيحيت فيلمل ولاقيت نفسها في قط الملك وهو نايم جنبها على الكرسي ما كانتش بسندها في الاول بس قالت نفسها انه مش مهمة هي فين كده كده خلاصت قبض عليها وكل محاولتها وتخططها لمدة 7 سنين ما بقاش دي لازمة سيحي الملك وسألها هي عاملة ايه حاولت تقوم علشان تسيب له القودة بس هو رفض وقال لها هتفضل موجودة فيها وسألها هي ليه مشيت ردت عليه انها مشيت لانها مش بنته الحقيقية بس سألها انها حتى لو هي مش من دمه فهي هتفضل بنته وقال لها كمان ان هو حيتبنيها سألته وهي مش مسدقة هو مش هيقتلها فاجئ وسألها ازاي هيقتلها وهيقتلها ليه اساسا اللي بدلتهم كايتمومتها هي مالهى الزم وان مهما حصل هي بنته استغربت فيلمل لانها ما كانتش عارفة انها مهمة قوي كده عنده ولما تيجي تفتكر كان بيعملها ازاي عمر ما كان بينتبه لها بالعكس هو حتى ما كانش يعرف اوقات كتيرة قوي انها موجودة اساسا وبقيتش عارفة هو سبب التغير ده لما فضلت تحاول تبان قدامه كويسة عشان مصلحته وعشان تاخد الختم ولعشان ايه بالزبط وفي نفس الوقت ما بقيتش عارفة مش عارفة مش عارفة هتبقى ازاي لما تكون طول الوقت ده كيتعرفة انها مستحيل تكون بنته مهما حولت بس دلوقتي لما تجي لها الفرصة انها تكون بنته هتبقى عايزة ده ولا لأ لما رقاها مترددة سألها هي مش عايزة تكون بنته ليه ده حتى قلينسي قالت انها هتتعايش معها كويس ده غير ان هو وعدة ان هو مش هيمايز بينهم ابدا كانت فيهم العارفة ان هو من المنطق انها توافق ونما يمل كده كده ساعتها تمشي تاني بس ما كانتش قادرة انها توافق وراحت قالت له انها رفضت تكون بنته اتفاجئ الملك ولما سألها عن السبب قالت له ان هي ما عطبرتوش ابدا قب من ساعة ما كبرت هو ممكن يكون بيعتبرها بنته بس بالنسبة لها الحياة كانت جحيم وقعت له ان هو كان بيقولها دايما انها تعيش زي الميت وهي فعلا حاولت تعيش كده عشان كده ما يجيش دلوقتي ويتمسك بيها اتفاجئ وما كانش عارف انها شايلة كل ده ومتضايقة منه قوي كده اتأسف لها وقال لها ان اي حاجة هيقولها هتكون عذر وانه هيقدم لها اعتذر رسمي وعشان كده طلب منها انها تفكر مرة تانية ولما رفضت قال لها لمدة سنة واحدة بس تدي له فرصة لمدة سنة ولما أصرت على رفضها طلب منها بس 3 شهور وهو هيغير رأيها ولو بعد 3 شهور دول فضلت على رأيها هيسيبها تعمل اللي هي عايزة وما سابت لهاش فرصة انها تعارض تاني ومشي بسرعة وامر اتخدم ان هم يجبوا لها الاكل وبعد ما مشي دخلت رينسيا القودة جامد عشان تلعب معاه وكانت فاكرة طبعا ان الملك موجود بما انها قطة يعني بس اتفاجأت ان فيلم الموجودة وسألتها وهي مبسوطة هي جات امتى وقعت لها انها كتلقانة قوي عليها لما عرفت انها مفقودة ردت فيلم لانها جات الصبح بس ما كانتش فيلم اللي عارفة تتكلم معها ازاي ولا تقول لها ايه لانها ما كانتش عايزة اتواجهها والجو بالنسبة ليها ما بقاش مريح قوي بالذات ان وضعهم دلوقتي بقى معكوسة عن اول مرة شافوا فيها بعض سألتها الانسيا لو ممكن تلعب معها النارد بما انهم يعني اتقابله وفعلا لعبوا مع بعض واتلع لفيروميل ورقة الحظ في اللعبة بتقول لها انها محظوظة وحتبقى خادمة شرف للعيان الملكة وراح اتعرضت عليها الانسيا على طول انها تبقى خادمة شرف لها وقعت لها انها تعلمها على الحاجات اللي هي ما تعرفهاش وتقف جنبها والاهم من كل ده يعني انها قلقان عليها بالذات الملهاش مكان تروحه علشان كده كانت عايزةها تكون خادمة لها صدمت فيروميل من كلامها وانها عايزةها تعيش كخادمة لها وبقتش عارفة تتصرف ازاي انها افتكرت ان خلاص المستقبل تغير لما طلب منها الملك ان هو يتبنيها بس كده هترجع لما صارها الاصل تاني لو رفضت عرضه وحتبقى خادمة إلينسيا زي الرواية بالضبط ولما فيروميل رفضت اخدتها إلينسيا من ايدها وجريت على مكتب الملك ودخلت عليه جامد وقعت له انها عايزة ان هو يسمح ان فيروميل تكون الخادمة بتاعتها وكده هيدمنه انها مش هتسيب القصر تفاجئ الملك وسألها هي فيروميل وفقت بس ردت عليه إلينسيا انها رفضت بس لو هو وافق بس قبل ما تكمل قال لها ازاي انها عملت توسره الوافق على حاجة صاحب الحاجة نفسها رفضها وكلمها بحدة انها بغض النظر عن نشأتها كانت ازاي فهي دلوقتي اميرة وهي كده بتعمل مشاكل عيطت إلينسيا وقالت له انها بس زعلان على فيروميل وعايزت ساعدها ارتبك الملك لما عيطت وقال لها انها ما تعيتش وكمان ما تعتذرش منه هو تعتذر من فيروميل بس رفضت فيروميل ان إلينسيا تعتذر ليها وقالت ان الاميرة غلطت بس لانها قلقينة فمش مشكلة بس ارتحت فيروميل ان الملك موافقش انها تكون خادمة إلينسيا المهم ما قال الملك لإلينسيا انها ما تقلعش على فيروميل لانهو ممكن يتبنها في سكيل العائلة الملكة وتعيش معهم كمان في القصر اتفاجئت إلينسيا وقالت انها ما كانتش عارفة ان فيه طريقة زي دي وراحت قالت له بس الطريقة دي هتتنفس بس لو فيروميل موافقة عدرك الملك ساعتها انهو مفرقش حاجة عن بنته وان فيروميل كانت لسه رفض عرضه دلوقتي فقحبت وسكت مسكت إلينسيا قيت فيروميل وقعت لها انها مبسوطة قوي ان هما اللي تنحبوا اخوات وقربت إلينسيا من الملك وقبلته على خده وقالت له تسبع على خير ومشيت قعد الملك متجمد مكانه مصدوم وبعد ما مشيت قال لفروميل انهو لحد الوقت مش متعود عن تصرفتها استغربت فيروميل ان طريقة الملك مختلفة عن سلوك اللطيف في الرواية جات فيروميل تكلمه عن رفضها الموضوع التمني بس هو قطحها بسرعة وقال لها ان هو خليهم يجهزوا ورفضها عشان تلم فيها ورح ميش بسرعة وساب المكتب تغربت فيروميل من تصرفه بس فعلا رجعت قدتها وغيرت هدومها بس فجأة دخلت عليها كونتيسة بتجري عليها وبتحضنها وبتقول لها انها كانت معها طول الفترة اللي فاتت ديمان وهي صغيرة ازاي تمشي كده من جرمة تقول لها اي حاجة اعتذرت لها فيروميل انها ما كانش قصدها قايت لها كونتيسة انها فرحانة انها رجعت بس وهما بيتكلموا سموا صوت قطة من عند الشباك ولما فاتحت كونتيسة الشباك اتخلت قطة بيطة وعينها ذهبي وطبعا كده كلنا عارفين من القطة دي اللي عبت فيروميل مع القطة والقطة ما رفضتهاش فعرفوا ان القطة دي اكيد لها صاحب وهي اكيد يدور عليها فاقترحت كونتيسة انها تخليها عندهم لحد ما يجي صاحبها رفضت فيروميل في الاول باعتبر انها مش عارفة هتمشي امتى لانها ما تعرفش الملك كان بيدور عليها بيأس ازاي استغربت فيروميل من كلمها بس ما كانتش عايزة اتفكر كتير وراحت تنام بس فضلت الكونتيسة معها في القوضة ومرضيتش انها تسيبها من خوفها انها ممكن تتمشي تاني من جل ما تقول لها نامت فيروميل على السرير وهي بتفكر في التصرفات الينسيا والملك الجديدة بزي التصرفات الينسيا وراحت سأل الكونتيسة ان علاقة بين الملك وإلينسيا لانها حسيت ان هما الاتنين تصرفوتهم محرجة جدا مع بعض على الرغم يعني ان هما الاتن من نفس الدم ردت الكونتيسة انه ده طبيعي لان هما الاتنين لسه شايفين بعض من قريب ولما الاتنين يقرروا بجد ان هما يقربوا من بعض ساعتها حلاقتهم مش هتبقى محرجة كده فكرت فيروميل انها طول عمرها عايشت من جل ما تتزق البال حد بسبب انها كانت حاسة دايما انها متشي على المنحطر وما ينفعش انها تغضط وإلا هتموت اتلاق كونتيسة انها لو عايزة تمشي من القصر ايه رأيها انها تيجي تعيش معا في بيتها استغربت فيروميل لانها افتكرت انه كونتيسة مش هتسيب القصر وهتبقى خدمة إلنسيا وصردت عليها كونتيسة انها مش شخص بيغير بسهولة الشخص اللي خدمه يعني مجرد ما فيروميل تمشي هي كمان هتمشي وطلبت منها كونتيسة انها لو هتمشي تاني ما تمشيش من جل ما تقولها لانها كانت قلقانة قوي عليها المرة اللي فاتت حست فيروميل انها طول الوقت ده كيتحطى حد مع كونتيسة عشان كانت فاكرة انها هتبقى تابعة لان انسى زي كتاب بس تلعت غلطانا فكرت ان ده معناه ان ممكن يكون في ناس تانية هي تخلط عنهم لانها برضو كانت خايفة يسيبوها وطبعا كان هنا قصدها لنظار المهم بقى ان كل ده بيحصل والقطة بص عليهم وسامعهم استنت القطة فيروميل لحد ما تنام وكونتيسة لحد ما تمشي وتحول القط للوجين قرب له جين من فيروميل وحاول يصحيها ويقول لها ان هو وجه عشان يرجحها بس افتكر كلام ليكسيون وان هو ما استعجلش ويستنيهم استنوني في البارد الجاي مش هتأخر عليكم باي